بعدما هاجم مسلحون منذ يومين قرية الطفيل اللبنانية قرب الحدود السورية وأطلقوا النار لمدة ثماني ساعات ناشد سكان القرية الجيش اللبناني التدخل لأن القرية تعرضت العام الماضي أيضا لهجمات من مسلحين تابعين لشركة عقارية حسب ما يقول سكان الطفيل بذريعة أنها اشترت قسما من أملاك البلدة ويتهمونها بأنها تسعى للسيطرة على البساتين لإقامة مشاريع صناعية وزرعية وهو ما يرفضه الأهالي الذين يقولون أن الشركة العقارية تخطط لتهجيرهم من البلدة ونقلت الشرق الأوسط عن مصادر ميدانية قولها أن عشرات المسلحين انطلقوا من قرية عسال الورد السورية بعد منتصف الليل باتجاه الأراضي اللبنانية وفتحوا النار بالرشاشات والصواريخ على المنازل والممتلكات والبساتين قبل أن يغادروا صباحا وكان مصرف لبنان يمتلك القسم الأكبر من أملاك البلدة بعد الحيازة عليها إثر إفلاسي بنك ميبكو إلى جانب متمول آخر باع حصته لصالح شركة التطوير العقاري